الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادتة بتوقيت جريناتش مونجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس كوريا الجنوبية يونسوك بمناسبة لاحتفال خلال شهر أكتوبر الجاري بيوم تأسيس جمهورية كوريا مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة الممتدة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشركة أيضا القائمة بينهما جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من نظيره الكوريا الجنوبية وصرح متحدث رئاسة بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون التنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في إطار علاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية وفي ضوء النماذج النجاحة التي تقدمها الاستثمارات الكورية في مصر في العديد من المجالات وخلال الاتصال تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك سبول التعاون في قضايا تغير المناخ خاصة في ضوء استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ أعلنت لجنة العفو الرئاسي خروج دفع جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي إن من بين المفرج عنهم العديد من الشباب مؤكدا أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيتم خروج دفعات جديدة خلال الأسبوع المقبل مشيرا إلى تجاوز عدد المفرج عنهم ألف شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 من شهر إبريل الماضي وحتى الآن اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي روسيا بتلغيم سد محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خريسون بجنوب أوكرانيا وأضف زلنيسكي في خطابه اليومي على شبكات التواصل الاجتماعي أنه في حالة تدمير السد ستختفي قناة شمال القرمة وسيؤدي ذلك إلى كارثة واسعة الطاقة وأشار زلنيسكي إلى أن موسكو تهاجم محطات الطاقة الأوكرانية بهدف إجبار الأوكرانيين على مغادرة ديارهم والتوجه غربا إلى دول الاتحاد الأوروبي أفدت صحيفة بلد ألمانية بأن الأجهزة الأمنية تحقق في حريق اندلع في مخيم للاجئين الأوكرانيين في شمالي البلاد وذكرت الصحيفة أن الشرطة تشتبه في وجود دافع سياسي وراء الحريق مشير إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل وقال توزيرة الداخلية الفيدرالية إنه إذا كان الحريق متعمدا فإن سيادة القانون ستنفذ بكل الوسائل المتاحة بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتوريش أهمية حماية مبادئ المنظمة الدولية الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي وذكرت الخارجية الأمريكية أن المباحثات جاءت خلال اتصال هادفي بين بلينكين وجوتوريش حيث ركز على أهمية استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة في أوكرانيا وهيتي وأضافت الخارجية الأمريكية أن الجانبين أعرب كذلك عن قلقهم البالغ إذا أتصاعد القتال في شمال إثيوبيا كما شدد على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية بالمنطقة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والعمل أيضا على إجراء محادثات يقودها للتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل أعلن البنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وفقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ SMX المضادة للطائرات ليابان بقيمة 450 مليون دولار وأشهر بيان صادر عن وكالة التعاون والدفاع والأمنية التابعة للبنتاجون إلى أن اليابان طلبت 32 صاروخا من هذا النوع وأضف البنيان أن الصفقة المحتملة ستعزز قدرات اليابان فيما يخص الدفاع الجوي والحماية من الصواريخ الباليستية ضد الخصوم المحتملين في المنطقة لفتا إلى أنها ستعزز التحالف الأمني بين واشنطن وتوكيو وستزاوده بالقدرات الأحدث والأكثر تطورا قالت وزيرة المالية المغربية نادي فتاح العلوي إن المغرب وضع مسودة موازنة 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى مع سعي الحكومة للحصول على إرادات إضافية لخفض عجزها المالية وتمويل برامج الحماية الاجتماعية وأبلغت الوزير المشرعين بأن المسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها سنوية عن 100 مليون درهم وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها عن 100 مليون درهم بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40% انتهى مجزء الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل